اشتركوا في القناة من المعروف انه بتتأثر جودة اللحم المشوي بالعديد من العوامل مثل التتبيلة نوع اللحم وما الى ذلك والكثير من الاسباب تتعلق بالذوق الشخصي وانت سنستعرض من خلال الشرح وراح ايضا نستعرض ببعض الصور القواعد العامة اللي يجب اتباعها حتى لا يفسد اللحم اثناء شوائه النقطة الاولى هي من الخطأ تعبئة عدد كبير من قطع اللحم على السيخ الواحد فكثير من الناس يضعون كمية كبيرة من قطع اللحم على السيخ الواحد فيبدو اشبه بالكباب ولكن للتأكد من ان القطع مشوية بشكل جيد يجب ترك مسافة بين القطع في حال لم تقم بذلك عليك الانتباه ان اللحوم لا يمكن ان تنضج بشكل جيد النقطة الثانية هي تقطيع اللحوم باحجام مختلفة من الواضح انه كلما اختلف حجم قطع اللحم اختلفت الوجبة يعني قطعة كبيرة قطعة صغيرة على اي حال للذين ينسون هذه القاعدة باستمرار ويقطعون اللحوم باحجام مختلفة لوضعها على السيخ نقول لهم انه يجب تقطيع اللحوم الى مكعبات باحجام متساوية تقريبا طبعا ففي حال كانت القطع صغيرة يكون مذاقها جاف جدا وفي حال كانت القطع كبيرة فلن تطهى اللحوم بشكل جيد اذا خير الامور اوسطها النقطة الثالثة هي اضافة الخضروات الى السيخ من العادات الغريبة ان نضع الخضروات مع اللحوم اثناء الشواء لسبب بسيط هو ان الخضروات تطهى بشكل اسرع من اللحوم لذا فان الخضروات ستحترق مخلفة رائحة سيئة ومذاق غير شهي لذا في حال اردت تقديم اللحوم مع الخضروات اختر الخضار الطازجة النقطة الرابعة هي استخدام سائل للاشتعال او سائل يساعد على الاشتعال لأولئك الذين يريدون توفير وقت من اشعال النار يميلون لاستخدام سائل النفاث للنار ولكن طالما هدفنا الرئيسي هو الوصول الى نار مستقرة للشواء ليس كثيفا حتى يتسنى للجمر الحفاظ على الحرارة لأطول زمن ممكن النقطة الخامسة هي استخدام الخشب الفاسد للشواء حيث يلجأ بعض الناس لاستخدام الواح خشب قديمة كفروع اشجار قديمة او اي شيء يمكنهم الحصول عليه بدلا من استخدام الفحم او الحطب الجيد لان ذلك لا يؤثر فقط على مدة اشعال النار انما يترك اثر في طعم اللحوم المشوية عليه مثل الرطوبة والعفونة في الخشب وغير ذلك النقطة السالسة هي سكب ماء على الفحم عند سكب الماء على الجمر سوف تنخفض درجة حرارة الفحم وذلك سيؤدي الى عدم تحقيق درجة حرارة المطلوبة للشواء وحتى سكب قطرات من الماء ممكن ان يؤدي الى طهي اللحم بشكل غير متجانس فعلينا تجنب ذلك والنقطة السابعة هي الشواء على نار مفتوحة قد نتذكر جميعا تجربة التخيم عندما كنا نقوم بشيء ان نقانق لما نشوي النقانق على نار مفتوحة لكن في حال الشيش او اللحم المشوي اذا قمت بطهوه بهذه الطريقة سيتفحم من الخارج بسرعة كبيرة اما من الداخل سوف يبقى نيئا والنقطة الثامنة هي عدم وضع اللحوم على الفحم في الوقت المناسب تذكر دائما عندما ترى الفحم قد تغطى بطبقة من الرماد وتستطيع من خلالها رؤية لون الفحم الاحمر عندها حان موعد وضع اللحوم على النار النقطة التاسعة هي اقتطاع اجزاء من اللحم وهي اثناء الشواء للتأكد من طهيها بشكل جيد وطريقة استخدام السكاكين للتأكد من استواء اللحم هي طريقة سيئة لانها تفقد اللحم ليونته ويتحول الى لحم قاسي فقد راقب لون اللحم وستعلم متى يصبح جاهزا للأكل النقطة العاشرة والاخيرة هي تقليب اللحوم المستمر حتى ان التقليب الكثير يفقد اللحوم سوائلها فتصبح جافة بعد ان استعرضنا هذه النقاط العشرة ما هي الطريقة الصحيحة لشواء اللحم على الفحم من المعروف ان اللحم المشوي من اكثر الاصناف التي يحب تناولها الاطفال والكبار ويعتبر الشواء تقصا ضروريا بعد ذبح الاضحية وايضا في كل رحلة جميلة لقضاء اجازة في الطبيعة ولكن قبل الشروع بايقاد الفحم ووضع القطع اللحم على النار يجب مراعاة بعض الاساسيات الصحية والتي تمكنكم من تناول وجبة مثالية يلتف حولها الجميع وبالرغم ان بعض الدراسات حذرت من تناول اللحم المشوي لاحتوائه على مركبات ضر بالصحة الا انه بامكانك تقديم طبق من الرياج او الاستيك المشوي بمنتهى الامان وعلى طريقة المحترفين وذلك بمراعاة قواعد السلامة اثناء الشواء فشو هي قواعد السلامة اثناء الشواء اولا تجهيز الشواء اول شيء يجب مراعاته هو الحرص على ان يكون الشواء في الهواء الطلق والتأكد من صلاحية الشواء ونظافة الاسياخ فربما تعرضت الاسياخ الى الصدق او التصاق الطعام من شواء سابق ولمنع التصاق المواد المتفحمة الكريهة باللحم خلال عملية الشواء ينصح الخبراء بحرق البقايا الملتصقة بالشبك وبالسيخ بدرجة حرارة عالية خلال عشر دقائق مع الابقاء على غطاء الشواء مغلقا وذلك عند الانتهاء من اي عملية شواء ثم تركها لتبرد وحكها لازالة المواد العالقة وقبل اشعار نار الشواء يجب صب القليل من الزيت النباتي على الشواء والتأكد من ان الشواء بالفحم قد تم تسخينها جيدا لمدة 45 دقيقة مع تقطية الفحم بالرماد قبل الاستخدام اما شواء الغاز يجب تسخينها لمدة عشر دقائق قبل الاستخدام وكذلك وضع الغطاء لتفادي تطاير الشر المفاجئ اما في حالة الشي على الشواء الجريل احرص على وضع صينية بها ماء مغلي اسفل الشواء لان ذلك يساعد على امتصاص الدخان المتصاعد من الشيء بدلا من انتشاره بالمطبخ كما ان نثر قليلا من الملح في الصينية الموجودة اسفل الشواء يساعد على عدم احتراق المادة الدهنية الناجمة عن عملية الشيء ولاختصار وقت عملية الشيء يمكن شق اللحوم بسكين حاد بخط مائل واليكم سر صنعة الشواء للحصول على اللحم المشوي اللذيذ خطوات الشواء سهلة وبسيطة ولا تحتاج لان تكون شيف او كبابجي ماهر بالمشويات فقط تابع كي تتعرف على سر الصنعة وبطرق صحية علينا ان نتبل اللحوم بخلطات محتوية على الخل والليمون قبل الشيء لخفض تكوين الامينات الضارة في اللحوم المشوية بنسبة 90% ولمزيد من الطعم الرائع انقع اللحم المعد للشواء في عصير بصل مثلا او خلطة مناسبة لتمنحه طعم اطيب بعد الشواء كذلك طهي الخضر بطريقة الشواء لوحدها وليس بنفس سيخ اللحم لينتج طبق رائع من المشويات قبل شواء اللحم المنقوع في الثلاجة يجب اخراجه وتركه لمدة ربع ساعة قبل الشواء على الاقل ويمكنك استخدام منقوع البصل اللي استخدمنا بالتتبيلة في دهن اللحم كل فترة لا تبدأ في الشيء الا بعد ان يصبح الفحم جمرا احمرا لتقليل تأثير شدة حرارته على اللحوم مع مراعاة وضع اللحوم على مستوى مرتفع من الفحم قدر الامكان وتقليبها مرة كل دقيقة لتقليل تعرضها للحرارة الشديدة والبعض يفضل اضافة الخضروات كالبطاطس والجزر والبصل والطماطم والفلفل الاخضر والكوسة والذرة اثناء شيء اللحوم ويؤكد الخبراء ان الخضروات مفيدة لانها لا تتكون بها المركبات الحلقية الضارة كما انها تحتوي على مواد الفيتو المحفزة لانزيمات الجسم لتحول هذه المركبات في اللحوم المتناولة الى صورة غير نشطة يسهل طردها من الجسم ونؤكد على ضرورة عدم خلط اللحوم مع الخضروات على سيخ واحد اثناء عملية الشواء يعني منحط سيخ شواء لحم وسيخ شواء خضار لا تنسى ايضا نزع الدهون قدر الامكان عند الشيء لتجنب تشكل اي مواد مصرطنة ولذلك يفضل اختيار اللحم الخالي تماما من الدهون واستخدام قطعا اصغر في الشواء مثل الكباب وقلل من فترة الشواء وخفف قدر ما تستطيع من تعرض اللحم للدخان ولكي تتأكد من نضوج اللحم لا تحاول قطعه بالسكين بل يكفي الضغط عليه فاذا صدرت مقاومة قوية من اللحم فهذا معناه انه نضج جيدا اما اذا كانت المقاومة لينة فهذا معناه ان اللحم يحتاج الى وقت اخر للنضوج واحرص دائما على استخدام اي وسيلة لتجميع الدهون المتساقطة على الفحم مباشرة من اللحوم الامر الذي يمنع انحلالها وتكوين المواد الضارة التي تترسب على اللحوم بتأثير دخان الشيء ولنفس السبب نبعد اللحم عن الفحم المشتعل بدهون اللحوم ويمكنكم ايضا اضافة نكهة الشواء على اللحوم غير المشوية يعني عندنا لحم غير مشوي ممكن نضيف عليه نكهة الشواء كيف؟ فيمكن اضافة نكهة الشواء على بقايا لحوم العيد سواء كانت مسلوقة او محمرة باتباع الاتي نجمع الكفتة الناضجة المحمرة او اللحم المسلوق بعد رفعه من الحساء الشوربة او الماء ماء السلق في اناء ضيغطاء محكم على ان يكون من المعدن المطلي او البيريكس ولكن ليس من البلاستيك نقوم باشعال قطعة من الفحم النباتي حتى تصبح متوهجة ثم نضعها على قشة بصل بوسط ايناء اللحم ونحكم وضع غطاء الاناء ونتركه لعدة دقائق وهكذا يكتسب اللحم الناضج او الكفتة المحمرة رائحة اللحم المشوي اللذيذ والان هل اعددتم اللحم المشوي من قبل؟ بالتأكيد طبعا نعم وهل لديكم طرق خاصة ببلدكم لطهي اللحم المشوي؟ حبايبنا نتأمل انه نسمع طرق جديدة لشوي اللحم او ملاحظات او تعليق على هذا الموضوع وللاستفسار والمقترحات واي سؤال يمكن وضعه في تعليق اسفل الفيديو وسنجيب عليه ان شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا منرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا اول مرة ان اعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد باذن الله دمتم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة